اقترعان إقليمياني إذن بشرق البلاد كان بمثابة نكسة لشولتس وفوز تاريخي لأقصى اليمين حزب البديل من أجل ألمانيا يفوز للمرة الأولى في انتخابات على مستوى الولايات الألمانية في ولاية تورينغين وحدها أصبح الحزب اليميني القوة السياسية الرائدة بعد فوزه بفارق كبير وحصد حزب البديل من أجل ألمانيا نحو 33% من الأصوات في هذه الولاية كذلك تقدم على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ والذي حصل على 24.3% من الأصوات الحزب اليميني حل ثانيا خلف المحافظين في مقاطعة سكسونيا الواقعة في شرق ألمانيا كما نال الحزب الاتحادي الديمقراطي المسيحي المحافظ 31.7% من الأصوات بالمقاطعة وفي المقابل حصد حزب البديل من أجل ألمانيا 31.4% من الأصوات في مقاطعة سكسونيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة